مرحبا اليوم سأخبركم كيف يحضر الحمص مع اللحمة على طريقه وإذا لم تتركوا في القناة اطلبوا منكم تعملوا سبسكرايب ليصلكم كل شي جديد اول شي بدنا نبدأ بالحمص انا في عندي حمص مسلوء ومحطوط بالفريزر شلت كيس حطيته بصحن ودوابته بالمايكرو ويف رجعت نقلته على الميكسر طيطلع معنا الحمص قوامه ناعم وكريمي لازم تكون حبة الحمص مستوية كتير مميح هنا حطيت عصير حامض تقريبا حامضة ثلاث ملاعق طحينة رشة ملح ندفت ماي تقريبا ملعقتين كبار واربعة حبات تلجة صغار واذا بتحبوا فيكن تزيدوا توم وهلا بسكرا وبتحنن كل شوي بدي احرك لحتى اتأكد انه كلهم عم ينطحنوا مزبوط هون من بعد ما تحنتون اول مرة قلبتون ورجعت تحنتون وهون كمان بقلبون عن جديد وبدوقون من بعد ما دقتون لقيت انه بعد بدون ندفت حامض ورشة ملح زدت الحامض والملاح ورجعت تحنتون مرة ثالثة وهيك صاروا جاهزين شوفوا القوام طبعون هلا اكيد الحمو الصخن لهيك لازم نحطه بالبراد وهلا بدي حضر اللحمة في عندي لحمة شقف حبيت قطعها صغير بس عقيدة لانه بدي ضل شوي شقف لحمة صغار من بعد ما قطعتهم حميت زيت بمقلاية وحطيتهم وهلا بدي زيد عليهم البهارات حطيت نصف ملعة قرفة كمان كمون تقريبا ربع الملعقة ربع ملعقة بهار أسود حار كنت تستعملوا بهار أسود حلو ثلاثة ربع الملعقة بابريكا واكيد رشة ملح وبقلبهم مع بعضهم طي يستووا من بعد ما تستووا اللحمة فينا نضبط صحن الحموص وهذا الحموص شوفوا قدية نعمين ومنظرهم بشهة ضبط الصحن عوج الحموص وحط اللحمة وقليت لوز مكسر حطيتهم فوقهم وهياها ما تنسوا السبسكرايب واللايك موسيقى موسيقى